مع ارتفاع أجسنة اللهب هذه إشارة ترمز إلى تشغيل الفعلية لحقل صبة النفطية ليكون ثالثة الحقول النفطية في محافظة ذيقار بداية التشغيل كانت بإنتاج أكثر من 10 ألاف برميل يومياً فيما سيضاعف إنتاجه خلال الأيام القادمة مع اكتمال حفر 14 بئر دخلت الخدمة فعلياً ليصل الإنتاج عتبة 100 ألف برميل يومياً مع اكتمال حفر البئر الرابع والعشرين هذا المشروع الطاقة التصميمية له 100 ألف برميل حالياً لغرض التشغيل والتشغيل نبدأ في 10 ألاف برميل وإن شاء الله تحدد الطاقة الإنتاجية من قبل الدوار المعنية في وزارة النفوط لارتباط وزارة النفوط مع الأوبي هذا الحقل يعتبر الحقل الثالث في شركة نفوذيقار الحقل هو الحقل الناصري وحقل الغراف وهذا الحقل هو الحقل الثالث من المؤمل أن يتم إنتاج في هذا الحقل بطاقة 10 إلى 25 ألف برميل باليوم في هذه المرحلة وصعوداً إلى طاقة الإنتاجية التخطيطية البالغة 70 ألف برميل الحقل أنجزه بكوادر عراقية وشركات من تشكيلات وزارة النفوط ويتوقع أن يشهد الربع الأول من هذا العام إكمال منشآت الغاز المصاحب لتكون المادة الثانية التي ينتجها الحقل إلى جانب النفوط الخام الذي يتوقع احتياطه بأكثر من 3 مليارات برميل تم إنشاء الحقل بسواعد أبناء موظفي شركة سكوب المشاريع النفطية تم الإنجاز بتوجيه من معالي السيد وزير النفوط حقل صب النفطي يعتبر من الحقول المميزة التي تختص بإنتاج النفوط بالإضافة إلى إنتاج الغاز المصاحب وفضلا عن تعزيز سلة الإنتاج النفطية لمحافظة ذيقار يرى مراقبون في هذا الحقل عفاقان جديدتان لسوق العمل المحلية وتعزيزان لواردات المحافظة إضافتان إلى رفض ميزانية المحافظة من عائدات البترودولار وبعد تدشين حقل صبه أصبح الإنتاج النفطي في محافظة ذيقار يقدر بأكثر من 280 ألف برميل يوميا لترتفع آفاق التفائل هنا لوضع اسم المحافظة على خارطة المحافظات المنتجة للنفط من ذيقار سعد الركابية قناة الفلوجة